مرحبا يا رفاق أنا أدعى يونس في السادسة عشر من عمري أعيش مع والداي كانت حياتي جيدة حتى حدث شيء قام بتغيير حياتي للأباد دعوني أخبركم بما حدث بدأت قصتي بأحد أيام العطلة حين قلت لوالدي لقد أوشكت العطلة على الانتهاء ولم أستمتع بها أشعر بالملل الشديد معك حق وأنا أيضا قد مللت من المنزل حسنا ما رأيكم أن نذهب للتخييم بضعة أيام في منزلنا بالغابة فكرة رائعة يا أبي حسنا استعدوا جيدا لنذهب غدا وبالفعل باليوم التالي استعدينا وركبنا السيارة متجهين إلى الغابة بعد مرور عدة ساعات توقف أبي أمام المنزل بدأنا بإدخال الأشياء وقالت أمي هيا رتب الأشياء ريثما أعد لكم الغداء هذا جيد لأنني جائع للغاية حسنا هيا بنا يا يونس بدأت أنا وأبي في ترتيب الأشياء وحين انتهينا تناولنا الطعام وبدأنا نتحدث بسعادة مر يوماً واستمتعنا كثيراً وفي اليوم الثالث كنت جالساً أنا وأبي داخل المنزل وكانت أمي بالخارج تستنشق بعض الهواء وفجأة سمعنا صوت الصراخ يا إلهي هل هذا الصراخ أمي؟ أجل هناها هي ركضنا مسرعين للخارج ولكننا لم نجدها وحل الصمت أمي أين أنت؟ هيا لنبحث عنها سريعاً من هنا حسناً بدأنا نبحث عنها وننادي عليها ولكن لم نجدها وأثناء بحثنا رأيت سكيناً منطخاً بالدماء ملقاً على الأرض أبي انظر هنا يا إلهي يونس اتصل بالشرطة سريعاً هيا حسناً ذهبت إلى المنزل سريعاً وأخذت الهاتفة واتصلت بالشرطة لقد اختفت أمي ولا نجدها وجدنا سكيناً عليه دمائها أرجوكم تعالوا بسرعة حسناً لا تقلق نحن قادمين في الحال ولكن لا تلمس أي شيء حتى نستطيع أخذ البصمات حسناً أغلقت الهاتف وعدت إلى أبي وقلت اتصلت بمركز الشرطة وهم قادمون في الحال كما أخبرني الضابط أن لا نلمس شيئاً أنا خائف للغاية أين ذهبت أمي يا أبي هل هي بخير أم لا؟ لا أعلم ولكن أتمنى أن تكون بخير هيا يا ابني لنكمل البحث حتى تأتي الشرطة أومأت له وبدأنا نبحث عن أمي في الغابة ولكن لا أثر لها بعد الساعة وصل رجال الشرطة اقترب منا الضابط وقال مرحباً أنا الضابط مروان أخبروني ماذا حدث بالضبط مرحباً بك أيها الضابط لقد كنا جالسين في المنزل وقالت زوجتي أنها ستخرج قليلاً لتستنشق الهواء بعد خروجها بنصف ساعة سمعنا صوت صراخها وحين خرجنا لم نجدها واختفى الصوت بدأنا البحث عنها ولم نجد سوى تلك السكين حسناً سنكمل البحث عنها ربما تكون بمكان ما قريب من هنا سنأخذ البصمات لا تقلقوا سنجدها أتمنى ذلك أيها الضابط أومى الضابط وأمر رجال الشرطة بالبحث عن أمي وبعد مرور عدة ساعات اقترب الضابط منا وقال لي أبي أعتذر ولكننا بحثنا عنها كثيراً بلا أثر كما لم نجد أي بصمات وماذا بعد أيها الضابط أريد أن أعلم هل زوجتي بخير أم لا يوسفني أن أقول ذلك ولكن هناك احتمال كبير أنها قد توفيت ولكن لم نعثر على جثتها بعد هذا مستحيل أمي بخير وستعود أليس كذلك يا أبي سنكمل بحثنا وإن وجدنا شيئاً سنخبركم حسناً شكراً لك أومى الضابط مروان وذهب بدأت أبكي وقلت أريد أمي أرجوك يا أبي افعل شيئاً سنجدها يا بني هيا بنا لنرحل من هنا لا سنبقى هنا لن أغادر قبل أن نجدها بقاؤنا هنا لن يفيد بالشيء الشرطة ستستمر بالبحث عنها لا تقلق أو مأت لأبي ودخلنا المنزل وأخذنا أشياءنا وركبنا السيارة واتجهنا للمنزل ولكن بدون أمي مرت عدة أشهر على ما حدث ولم تستطع الشرطة إيجاد أمي أو جثتها أو معرفة من الذي فعل بها هكذا وبيوم أثناء ما كنت أتناول الغداء مع أبي قال لي يونس ما رأيك أن نذهب للتخيم في الغابة لا أريد يا أبي لماذا؟ يجب عليك التأقلم أعلم أن الأمر صعباً للغاية ولكنها الحقيقة ولما يجب علينا الذهاب إلى ذلك المكان مجدداً بعد الذي حدث لأمي توتر أبي قليلاً ثم قال لأنني أعلم أنك تحب التخيم كثيراً أعتقد أن ذلك سيسعدك ولو قليلاً لم أعد أحبه ولا أريد الذهاب لهناك مجدداً بل ستذهب حسناً اذهب أنت بمفردك وأنا سأبقى هنا بالمنزل لقد قلت أننا سنذهب معاً وقد انتهى الحديث أنهى أبي حديثه وذهب إلى غرفته فتعجبت من إصراره فلما يريد الذهاب للمكان الذي اختفت فيه أمي بصباح اليوم التالي دخل أبي الغرفة وقال صباح الخير يا يونس هل أعدت حقيبتك؟ صباح الخير يا أبي أرجوك لأريد الذهاب لهناك مجدداً لقد انتهينا من هذا الحديث بالأمس والآن هيقم بأعداد حقيبتك سريعاً لنذهب خرج من الغرفة دون أن يعطيني فرصة للحديث فاستسلمت للأمر وأعدت حقيبتي وخرجت من الغرفة وجدت أبي جالساً ينتظرني على الأريكة هل انتهيت من إعداد جميع أشيائك؟ أجل يا أبي حسناً هيا بنا خرجنا من المنزل وركبنا السيارة متجهين نحو الغابة بعد مرور عدة ساعات وصلنا هيا أحضر الحقائب حسناً يا أبي دخل أبي المنزل وبدأت بإخراج الحقائب من السيارة وحين التفت لأدخل المنزل صدمت حين وجدت سيدة تقف أمامي مباشرة وكانت هيئتها مخيفة وترتدي الملابس الخاصة بالسجن من أنت وماذا تريدين؟ هل هو هنا؟ من هو؟ أنا لا وقبل أن أكمل حديثي وجدتها تركض سريعاً بين الأشجار حتى اختفت أفقت من شرودي على صوت أبي الذي خرج من المنزل وقال يونس لم تأخرت هكذا؟ هيا أسرع حسناً أنا قادم دخلت للمنزل فقال لأبي هل أنت بخير؟ لقد ظهرت لي سيدة ترتدي ملابس خاصة بالسجن وكانت هيئتها مخيفة لابد أنك تتوهم لا تقلق لا يوجد أحد هنا هيا اذهب وقم بترتيب أشيائك لا متأكد أنني قد رأيتها لقد تحدثت وسألتني هل هو هنا؟ وحين سألتها من هو ركضت؟ يا بني لا يوجد أحد هنا صدقني أومات له بتردد وذهبت إلى غرفتي وبدأت في ترتيب أشيائي ثم سمعت صوت أبي يقول هيا يا يونس لكي تتناول الغداء حسناً يا أبي قادم تناولنا الغداء ثم ذهبت إلى غرفتي لأخلد للنوم بعد مروري ساعات استيقظت وكنت أريد الذهاب للحمام وحين كنت متجهاً لهناك سمعت صوت همس قادم من المطبخ وحين اقتربت قليلاً شعرت بأن أحداً يدفعني وخرج مسرعاً من المنزل قلت بصراخ من أنت؟ ثم ركضت خلفه فلم أتمكن من رؤيته بسبب أن الإضاءة كانت منخفضة بشدة وحين خرجت من المنزل لم أجد أحداً ثم سمعت صوت أبي يقول يونس ماذا تفعل في الخارج في هذا الوقت؟ أبي لن تصدق ما حدث كان هنا شخص ما ولكني لم أتمكن من رؤيته مجدداً يا يونس أخبرتك أنه لا يوجد أحد هنا كما أنني أغلقت باب المنزل جيداً قبل أن أخلد لنوم هيا اذهب إلى غرفتك وتوقف عن التفكير في هذا الأمر حسناً يا أبي ذهبت إلى غرفتي وأنا أشعر أنني سأجن مما يحدث فأنا متأكد أنه قد كان هناك أحد بالمنزل بمساء اليوم التالي لم أستطع النوم بدأت أنظر إلى صور أمي عبر هاتفي وفجأة سمعت صوت باب المنزل يفتح نظرت من النافذة وصدمت حين رأيت أبي يخرج من المنزل وهو يحمل حقيبة بيديه وبعد لحظات ظهرت تلك المرأة التي ترتدي المنابس الخاصة بالسجن وأخذت الحقيبة منه وذهبت علمت أن أبي يخفي شيئاً ما وقررت مواجهته خرجت من غرفتي وانتظرته حتى دخل المنزل يونس لما أنت مستيقظ في هذا الوقت هل أنت بخير؟ هيك في أبي لقد رأيت كل شيء أخبرني من هذه السيدة وماذا تريد ولما حين أخبرتك عنها قلت لي أنني أتوهم أن هذا ليس حقيقياً في الحقيقة يا بني لم أكن أريد إخبارك بذلك الأمر الآن لماذا أريد معرفة ما الذي يحدث؟ أعرفها منذ زمن طويل كانت في السجن ولكنها استطعت الهرب وأمس أتت هنا لتتناول الطعام لكنك استيقظت شعرت بالخوف ورحلت وأخبرتني أن أعطيها الطعام في الخارج كي لا تعلم ولكنها أنت قد علمت كل شيء ولمك كانت في السجن منذ البداية؟ لقد تورطت في جرائم سيئة ولكنها أخبرتني بأنها بريئة وأنا أثق بهذا ولماذا تثق بها هكذا يا أبي؟ لأنني أحبها أعلم أن حديثي سيزعجك ولكنها الحقيقة يا بني سأساعدها على الخروج من هنا وسنتزوج هذا حتما جنون كيف تفعل ذلك يا أبي وماذا عن أمي؟ والدتك قد رحلت لا أنكر أنني ما زلت أحبها ولكنها لم تعد متواجدة الآن لذلك كنت مصرا على أن أأتي لهنا أجل لأنها تحتاج مساعدتي وسنساعدها لا لن نساعد أحد إنها هرب يا أبي ومصيرها السجن هذا ليس من شأنك أنا لا أخذ رأيك بالأمر أخبرك فقط بما سيحدث والآن هيا اذهب إلى غرفتك أومأت له وتجمعت الدموع بعينك ذهبت إلى غرفتي بحزن شديد باليوم التالي حين خرجت من غرفتي صدمت حين وجدتها جالسة بالمنزل يونس هذه شيرين التي أخبرتك عنها وأنت بالطبع تعلمين يونس ابني الوحيد مرحبا بك يا يونس أومأت لها دون حديث قم بأعداد أشيائك يا يونس لأننا سنغادر مساء اليوم وسنعود للمنزل ستأتي شيرين معنا لا بأس لا أريدك أن تتعرض للخطر بسببي سأبقى هنا حتى تظهر براءتي لا مستحيل أن أتركك هنا بمفردك ستأتينا معي وسنتزواج ابتسمت له ثم رأيتها تنظر لي بخبث شديد ارتجف جسدي وذهبت لغرفتي لأعدى أشيائي بالمساء قمنا بوضع أشيائنا بالسيارة وانطلقنا متجهين للمنزل مرأت الأيام وتزوج أبي من شيرين وأصبحت تقيم معنا بالمنزل ولكنني كنت ألاحظ تصرفاتها الغريبة بيوم حين كان أبي بالعمل كنت أمر بجوار غرفتها سمعتها تقول كيف حدث هذا أيها الحمقة ألم أخبركم أن تنتبهوا جيدا ابحثوا في كل مكان وحين تنتهوا غدا من مهمتكم أخبرني ما حدث حسنا إلى لقاء حين انتهت من حديثها عدت إلى غرفتي سريعا كي لا تراني وعلمت من خلال حديثها أنها تخطط لفعل شيء ما ولكني لا أعلم ما هو باليوم التالي أثناء ما كنت أتصفح الإنترنت وجدت خبرا يقول أن هناك عصابة قامت باقتحام وسرقة بنك ثم هربوا ولم يتم التعرف على أي فرد من تلك العصابة لا أعلم لمشارت أن شيرين لها دخل فيما يحدث وتأكدت من ذلك في المساء حين سمعتها تتحدث في الهاتف وتقول بسعادة أنا فخورة بكم يا رجال لقد قمتم بعمل رائع للغاية أجل تعد قليلا عن الأنظار كي لا يشك بكم أحد حسنا إلى اللقاء في تلك اللحظة تأكدت أنها خلف ما حدث وأنها ليست بريئة كما قالت لأبي قررت أن أبلغ الشرطة دون إخبار أبي وبالفعل بمساء اليوم التالي اتصلت بالشرطة وقلت مرحبا أيها الضابط كنت أريد أن توقفت عن الحديث حين وجدتها تدخل الغرفة وبيدها مستدسة شعرت بالخوف الشديد فأغلقت الهاتف سريعا جيد أنك أغلقت الهاتف هذا كان مجرد تحذير وإن قمت بفعل ذلك مجددا ستندم يا يونس أو مأت بخوف فخرجت من الغرفة وأصبحت طوال الوقت تراقبني كنت أريد التحدث مع أبي وإخباره بكل شيء ولكن لم أستطع لأنها كانت بالمنزل طوال الوقت وبيوم حين كنت جالسا بالمنزل بمفردي حيث قد خرج أبي وشيرين من المنزل سمعت طرقا على الباب وحين فتحته صدمت حين وجدت أمي أماني يا إلهي هذا غير معقول كيف هذا؟ لقد اشتقت لك كثيرا يا يونس وأنا أيضا يا أمي ولكن أين كنت طوال هذا الوقت؟ إنها قصة طويلة يا بني سأخبرك بها دخلنا المنزل وجلست وقالت أين هو والدك؟ إنه بالخارج والآن أخبريني ماذا حدث لك؟ تتذكر حين كنا بالغبى ذلك اليوم أخبرتكم أنني سأخرج لأستنشق الهواء؟ أومأت لها فتبعت حينها هجم علي بعض الرجال بدأت أصرخ بشدة وأنا أحاول الهرب ولكن لم أستطع قام أحدهم بجرح قدمي وسقط أرضا بألم ثم شعرت بيد أحدهم على وجهي وفقدت واي أفقدت وجدت نفسي محتجزة بمكان غريب ظللت هناك حتى استطعت الهرب منهم وأتيت لهنا سريعا يا إلهي حمد لله أنك بخير يا أمي لم أتوقع حدوث هذا ولكن أخبريني ألا تتذكرين أي منهم؟ صمتت أمي قليلا ثم نظرت إلى الصورة المعلقة واتسعت عيناها فقد كانت صورة أبي وشيرين هذا غير معقول انتظري يا أمي سأشرح الأمر لك إنها هي يا يونس أنا لا أفهم شيئا يا أمي شيرين هي من قامت بفعل هذا لي هل أنت جادة يا أمي؟ كما كيف تعلمين اسمها؟ بدأت أمي تبكي بالشدة وتقول هي السبب فيما حدث وقبل أن أتحدث وجدت باب المنزل يفتح ودخل أبي وشيرين للمنزل قال أبي بصدمة هل عدت؟ ماذا حدث لك وإن كنت؟ لم تتوقع عودتي هل ليس كذلك يا شيرين؟ نظر أبي لشيرين بعد ميفاه لا أفهم عن ماذا تتحدثين بل تعلمين عن ماذا أتحدث لقد كنت صديقة مقربة لم أتوقع منك ذلك أبدا أمي أرجوك وضح الأمر لها أنا لا أفهم شيئا حسنا لقد كانت شيرين صديقتي في الجامعة كانت تحب والدك كثيرا ولكن أنك اكتشفت ذلك مؤخرا حاولت قتلي لتتخلص مني وتتزوج من والدك هل هذا صحيح يا شيرين؟ أجل لأنها دائما ما تأخذ كل شيء مني لقد أحببتك أولا ولكنك قمت بالزواج منها بدلا مني قررت أن أخذ حقي بطريقتي أنهت شيرين حديثها ثم هجمت على أمي وكان أبي يحاول إبعادها ابتعدي عنها لم أتوقع أن تفعلي كل هذا نادم أشد الندم على أنني وثقت بك وتزوجتك بذلك الوقت طريق الباب وحين فتحته وجدت رجال الشرطة ها قد عثرنا عليك يا شيرين أشار الضابط لرجال الشرطة أن يقبضوا عليها وأخذوها لسيارتهم لقد رأاها بعض الناس تدخل هذا المنزل معاك وقاموا بإبلاغنا فأتينا سريعا لقد هربت من السجن وكنا نبحث عنها حمد لله أنكم أتيتم في الوقت المناسب أيها الضابط لقد حاولت قتل زوجتي أيضا حسنا يمكنكم أن تأتوا لنأخذ أقوالكم بمركز الشرطة بالتأكيد ذهبنا إلى مركز الشرطة وأخبر أبي الضابط بكل شيء وحين انتهينا سمح لنا الضابط بالمغادرة عدنا للمنزل وقال أبي لأمي هاتذير كثيرا يا عزيزتي على ما حدث لازلت أحبك ولا أعلم كيف فعلت هذا لا بأس أهم شيء أنها قد رحلت وقد تخلصنا منها للأبد أجل حمد لله لا تغضب مني يا بني لست غاضبا يا أبي حمد لله أن أمي بخير وقد عادت إلينا ومنذ ذلك اليوم عادت حياتنا كما كانت وإلى هنا أصدقائي تنتهي قصتي أتمنى أن تكون قد نالت أعجبكم إلى اللقاء في قصة جديدة